ده احنا مكسفين من نفسنا والله مكسفين من نفسنا والله مكسفين من نفسنا. انا بس هفراجك الفيديو اللي جاي ده وعندي قصة شخصية فيه. عندي قصة لان للأسف هذا الامر متكرر. طبعا الحديث عن السلع منتجة الصلاحية هذا امر متكرر. نجوب بس الفيديو وارجع ولكم الحكاية اللي حصلت معانا شخصية. اه وصلنا بسكوت من برنامج الافية العالمي. اه بغزة طبعا احنا بمشكرهم جدا. بس هو في مشكلة صغيرة انه انه البسكوت اقل 20 يوم مخلص يعني. وفي اليوم انتهى الصلاحية. بس مشكلين مشكلين. شو اللي صار الشحنة يا جات مسرعة منها انجلبة الشحنة. هي اصلا هيك هيك بضعها خربانة ربنا بدي يفضعها. ربنا بدي يوجع المشاطيع عشان يشوفوا الناس البسكوت الخربانة اللي يدلوا شهر بدي يخلص. يعطيك العافية هاي العرب وهي مساعدات العرب وحسب يلا. شو بقول لكم كنت مشعر بالخزي هو بيقول بنشكر مصر ندخلينهم بسكوت بالطمر. دي المساعدات. بسكوت بالطمر. واكسان. دي المساعدات اللي دخلت. اراد الله ان يفضحه. يا جماعة انا بقولك والله. اللي مش شايفي الايات بتاعة ربنا في اللي بيحصل ده يراجع قلبه. اراد الله ان يفضحه. والحقيقة انه هذا الامر متكرر. قصة اللي معايا. في 2007 كان ليه احد اصدقائي شغال في شركة ادوية حكومية. مش هقول طبعا. هو طبعا زمانه مش موجود في الشركة دلوقتي عدى كلام ده عليه 16 سنة. فروح تزوره. بعمل شغل صحفي هناك وروح تزوره. قال لي هقولك على حاجة وهديك المستندات. بس بالله طبعا انتو عارفين الجملة الشهيرة. هو هتجيب اسم. قلت له عيد. خدت المستندات بتاعة الشحنة. بتاعة المعونات الطبية اللي راح الغزة. انا بقول لكم الكلام. ما انا مش هاخد الدواء ده في اسبوع. يعني ممكن الدواء ده مثلا هحتاجه بعد شهر. هو احتاجه لمدة شهرين. والله بقول لكم. و انا عندي الارشيف الصحفي بتاعي. انا نشرت هذا الموضوع في الجريدة اللي كنت شغال فيها ساعتها. لانه برضو مصر كان فيها ساعتها شوية حرية رأي. نشرت الموضوع هو موجود معايا. في ارشيفي انا الخاص الصحفي. ادوية منتهية الصلاحية الغزة. كان عنوان التحييل اللي عملته كده. يعني مش ممكن تختار لفظ مهزب اكتر من سفالة وقلة ادب. سفالة وقلة ادب. واكتر من السفالة وقلة الادب انه يطلع واحد من كلاب السلطة عشان يقول ان ده نوع من انواع الدعم الليه متناهي. ان احنا بنقطع من لحمنا الحي. قطعنا من لحمنا الحي. جمعنا شوية اكفان وشوية بسكوت. اسمع واحد منهم. يعني المعلومات اللي عندي والحاجات اللي بقراها وكده انه في الساعات القادمة والايام القادمة حيكون في معاونات كثيرة. ولكن احنا دل الوقتي بقى عندنا مشكلة عكسية. وده اللي انا كنت بتكلم فيه في اول الحلقة. علشان الناس تفهم. مصر بتقطع من لحمها. ومن قدها ومن نعيشها. ولكن هي لا تستطيع ان يعني تدي ده كله. فين الادوار الدولية. فين الادوار العربية. احنا هل نقيا منين ولا منين يا ربي. يعني. لا يا منين ولا منين يا ربي ايه. وفين ده كله ده عمر. ياخي خلي عندك ده مشوية. ياخي ملعون ابو الفلوس اللي بتاخدوها عشان تبرروا ده. خلي عندك دمش. فين اللي احنا عملناه. احنا دخلنا كم شاحنة لحد الوقت. الله. هي مش المساعدات التركية والمساعدات الكويتية. اللي انا اعرفهم يعني. وصلت مطار العريش من فترة ومنتظر الدخول. لحم حي ايه اللي قطعنا منه يا عمر. اله تتقطع وانت حي يا اخي. لحم ايه الحي اللي احنا قطعنا منه. اللي شوف كده يقول يا جبعة ان احنا بندخل الف شاحنة يومية. بنأكل غزة. ده كل اللي دخل لحد دهوقتي ما يكملش مية شاحنة. اديك شفت واحدة لما اتقلبت منه. بس كويت قرب ينتهي. وشوقت اكفان. لحم حي ايه اللي قطعنا منه. انا ما شفتش. يعني ما شفت السفالة اكتر من كده. ده 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 اقول لك انه انا واحنا عندنا من قطعم اللحمينا الحي واكتر من كده احنا نقصين